عاد الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والوفد المرافق لي لأرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية للعاصمة القبروسية نيقوسية وده لتلبية دعوة الرئيس او وزير الدفاع القبروسي خلونا نتابع ونرجع مرة عاد الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والوفد المرافق لسيادته الى ارض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية الى العاصمة القبرصية نقوسيا حيث اجريت مراسم استقبال رسمية واستعراض حرص الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين بمقر قيادة الحرص الوطني القبرصي عقب المراسم اجرى الجانبان جلسة مباحثات تركزت حول استعراض التهديدات التي تشهدها المنطقة وسبل مواجهتها وتطوير التعاون العسكري بين البلدين واختمت المباحثات بتوقيع بروتوكول للتعاون في مجال البحث والانقاذ كما استقبل السيد نيكوس انستاسيادس رئيس جمهورية قبرص الفريق اول صدقي صبحي واكد الجانبان على عمق العلاقات القبرصية المصرية والتأكيد على تطويرها في كافة المجالات خاصة في مجال التعاون العسكري والامني كما التقى القائد العام بالسيد سيلوريس ديمتريس رئيس مجلس النواب القبرصي الذي اشهد بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين حيث تناول اللقاء الجهود والمساعي المشتركة لكل البلدين لتعزيز السلام والامن في المنطقة وخلال زيارته قام القائد العام بزيارة مقابر مكدينوسيتا التاريخية ووضع اكليل من الظهور على النصب التذكاري لضحايا حرب عام 1974 كما قام القائد العام بزيارة احدى الوحدات المدرعة التابعة للحرس الوطني القبرصي واستمع الى شرح تضمن اساليب التدريب التكتيكي واعداد الفرض المقاتل داخل الوحدات المدرعة حيث تضمنت الزيارة عرضا للاسلحة الرئيسية والمعدات وتنفيذ بيان عملي بالذخيرة الحية برز خلاله المستوى المتميز للكفاءة القتالية وتطور اساليب التدريب والتأهيل وعلى ضوء الزيارة شهد اليوم الاخير عقد اجتماع ثلاثي للسادة وزراء دفاع دول قبرص ومصر واليونان استعرضت خلاله التهديدات بمنطقة الشرق الاوسط خاصة فيما يتعلق بالازمات والصراعات المسلحة ونشاط الجماعات الارهابية والمتطرفة وظاهرة الهجرة غير الشرعية كما اكدوا على اهمية المصالح المشتركة للدول الثلاث ومطالب تأمين استثمارات الطاقة وخطوط الملاحة البحرية في الشرق الاوسط كما اتفق وزراء الدفاع الثلاثة على تطوير التعاون في مجال التدريبات المشتركة بمشاركة قبرص في التدريب المصري اليوناني ميدوزا فضلا عن تنفيذ تدريبات مشتركة في مجال مكافحة الارهاب والبحث والانقاذ وتأمين الاهداف البحرية وبنية الطاقة وخطوط الملاحة كما تم الاتفاق على تأسيس آلية ثلاثية للتعاون العسكري لزيادة التدريبات المشتركة للدول الثلاث في مجالات الدفاع ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والتدريبية في العديد من المجالات